مساء الخير يا أهل الكويت وكل أحبتنا في الخليج العربي والعالم العربي كل عوائل الكويتية طقت تشبودها من فعائل وزارة التربية كل يوم حاطين قرار وكل يوم حاطين رأي وآخر شيء طلعونا بمصيبة المعدل الوزني وحسبة معقدة حتى نشتاء ما يقدر يحلها وإذا حصل على المواد التخصصية أقل من الدرجة المطلوبة مقبول جيد تضيع النسبة يعني باختصار يبون طالب ما يخطئ يبون الطلب الكويتين كلهم عباقرة هذا المعدل يدعون فيه أن يصلح المسار التربوي لكن الحقيقة هو يدمر المسار التربوي وصار المسار التربوي بلا مسار والكلام اللي ينقال أنه سبب تطبيق المعدل الوزني هو لتقرير أعداد الطلبة لدخول الجامعة والبعثات وأقولها بكل يام أنا وأقولها لوزير التربية الدكتور بدر العيسى يا دكتور أن سبب البلا والدمار هم بعض القياديين في وزارة التربية والمخلصين الحقيقيين وتلقى الإجابة الحقيقية عند مدراء المدارس والموجهين ولا يتم السماع لكلامهم ولا لنصايحهم لكن الإداريين في وزارة التربية ما يدعون أنهم يفهمون هم من سبب وضيع التعليم في الكويت لذلك نطالب معالي وزير التربية بإلغاء قرار من المعدل الوزني لأنه معدل تخريبي يدمر طموح عيالنا ومستقبلهم وسوف يحمل لهذه المبالغ ضخمة لتدرس عيالنا في الجامعات الخاصة أن المعدل التخريبي معالي وزير ينفع الجامعات الخاصة ويقتلوا الطموح ونحن على يقين أن من سيفوز بالرقم العالي بالنسبة في نهاية العام الدراسي هم من أبناء المقربين من الموجهين في الوزارة ويحصلون على 99.9 وبدون أي غلطة قاموا فيها في امتحاناتهم طوال ثلاث سنوات بفضل بركات الموجهين والمدرسين الخصوصين يا دكتور بدر العيسى هذا يوم كان تفزع لأهل الكويت وتلغي هذا القرار أو تقوم بوضع البديل يساعد على رفع النسب لا أن تخفض النسب يا نواب الأمة إن كنتم نواب الأمة فقد حان الوقت أن يحاسب كل مسؤولين الوزارة وليتم تشريع قانون لحاسبة الوكيل والوكيل المساعد على ما يقوم به من قرارات تدمر إنجازات هذا البلد لذلك نسمع في الأيام القادمة إلغاء المعدل التخريب لوزارة التربية ادعو الله أن يحفظ لكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال